هل كان يعني الفوز بدائرة مثل جزين منى سهلة يعني وانت نازل مستقل بكتلة طبعة بليحة طبعة مستقل بالدرجة بالدرجة الاولى هذا الفوز او هذا الربح بالانتخابات لمين بالاول بتعطي يعني لمين بيرجع اوكي اهل جزين بعرف قديش صوتوا وحضرتك نسبة الاصوات منى كتير عالية يعني كان يؤخذ دايما انه انت بحدود التسعمية وشي اصوات ولكن فوزك لمين بتجيره لمين بتعطيه شو بتوعد من خلال هذا الفوز انا اللي بدي اقوله انه هول اصوات اللي اخدتن كل صوت بسوى مية بالنسبة لي ليش لانه كل صوت عطاني هيدا صوت تحدى الاحزاب وقدوراتها تحدى المال تحدى فائد القوة والسلطة هول اصوات هني يعني كانوا صادقين معي وهذا الانون اللي هو يعتبر انون الاحزاب هذا انا كمستقل قدرت خرقت انا بفضل الاشخاص اللي هني فعلا حبين يغيروا بهذا البلد يعني انت خرقت بفضل برأيك ضربة حقز ولا خرقت بفضل صدق الناس يلي عطيوك وحماسهم انه يوصلوك اكيد والبدي اقوله انه صحيح نحن اللحظناه انه الاقبال كان اكتر عند الاحزاب الدولة والمنظومة الموجودة عندنا قدرت بالفترة الاخيرة يأسة الناس حتى كنا نسمع انه بفترة ما رح تصير الانتخابات ما رح تصير الانتخابات المغتربين شو بدوا يغيروا هالشباب الاحزاب راجعة يأسة العالم اتتبعوا معهم هيدا السياسي مشين هيك مشاركة الاشخاص التغييريين كانت كتير قليلة مقارنة بالاحزاب اللي شاركت بكل قواها بس انت بما كان يعني سهل الاستهداف من قبل الاحزاب بموضوع عدد الاصوات يعني شو بتقول سلف لهالجماعة يعني اذا الخاسرين الخصوم يلي بدون يجو يقولوا انه الانون وحيسيات الانون ولعبة الحواصل وإلى آخره قدت إلى فوزك بالوقت يلي هني بتقريش الاصوات هني هني اللي عندهنا اصوات اكتر يعني سلف شو بتقول لهم لهالناس انا بقول لهم اليوم الشعب قرر من بده ورغم مثل ما قلنا المشاكل ورغم اعتراضنا على الانون الحالي الشعب قرر والشعب انتصر وانا اكيد هيدا النجاح تبعي اذا بيهديه بيهديه لولاد منطقتي اولا وبيهديه لكل اللبنانية اللي كان عندهم حلم التغيير اشتركوا في القناة